السلام عليكم الكثير جيدة المشكلة هذه يكون في منطقة تغطيتها بموررة ممتازة وكل لجزة تجي 4G وتجي 5G وعنده الشريحة فقط الجهاز ما يجي لا تجي المشكلة مش في الجهاز المشكلة دعني ألخصها لك تكون أول مشكلة سبب المشكلة أنه يكون عندك الشريحة قديمة عشان كذا الشريحة قديمة كانت من عهد 3G طبعا شركة HTC حاليا ألغت خدمة 3G وألغت تغطيتها 3G من كل لجزة للأبد كما قالت وتعتمد الآن على 4G وعلى 5G يعني عشان كذا المشكلة هذه تظهر عندك عشان الشريحة قديمة وما تدعم لل 3G وال3G قبلها 2G 2G مرة ضعيفة وال3G كانت أفضل من 2G وال4G أفضل عشان كذا الشركة HTC قبل كل الشركات هي التي قامت بإلغاءة 3G عشان كذا تحتاج تذهب لنفس الشركة وتقوم بتغيير الشريحة بشريحة جديدة تدعم 4G وتدعم 5G في حالة أن الشريحة تكون جديدة وما يظهر إلا زي كذا بتكون المشكلة من التغطية في نفس المنطقة التغطية فيها ضعيفة عشان كذا لازم تحاول أنك تجرب مشغلات ثانية أنك تغير من السيسي تغير من المبايلي تغير لازين وتشوف التغطية التي هي موجودة في نفس المكان أي واحدة أفضل تقوم باستخدامها كما تشاهدون هنا عندي في الجهاز مشغل الفور جي وطبعا ما يجي لاتو جي رغم أني في نفس في وسط المدينة والتغطية فيها ممتازة جدا لكن المشكلة هنا عندي في هذا الجهاز أن الشريحة قديمة وما تغيرت من عهدة 3G اشتركوا في القناة